بدأ من التسعينات مع كاظم وكاظم ضمن له حياة جديدة تخيل من الذي ضمن للآخر؟ كاظم ضمن لنزار حياة جديدة مع مين؟ مع الجيل الجديد نزار شاعر عظيم لا يموت هذا من الذكاء الإعلامي أيضا لكن خلصنا مرحلة نجاة وم كلثوم وعبد الحليم حافظ ننتقل إلى الجيل الجديد من الحامل القيصر في المرحلة؟ كاظم القيصر كاظم وكاظم طبعاً يعني ما صدق أنه نزار قباني يعطيني شعر فشكلوا أيضاً حالة وصعدوا بعدد من القصائد العظيمة التي ضمنت لنزار وجوداً لأجيال جديدة لأنه عادات السمع وعادات المشاهدة يا أستاذ عبدالله تتغير السلام عليكم تقبل لطاعتكم وحياكم الله في مخيار رمضان والذي يستضيف هذه الليلة الشاعر والأديب والصحفي السوري ياسر الأطرش حياك الله أبا شام مساء الخير أسعد الله وقاعدك أستاذ عبدالله وقاعد أستاذ المشاهدين كل عموانتم بخير رمضان كريم شكراً لقفول هذه الدعوة والحمد لله على السلام أنه ورطة الرياض الشرف لي الرياض مدينة أحبها وتحبني لا يمكن أن أرد دعوة إليها الله يسعدك إذا سمحت للزملة في مخيار رمضان أعد التقرير نشاهد هذا التقرير سويا في البدء كانت البلاغة ماذا يعني أن تنظم قصائد فتسافر دون استئذان لتصل إلى البعيد وماذا يعني أن يختلف معك المختلفون على كل شيء إلا شاعريتك هو عشق الشعر والأدب منذ نعومته واختاره قدمه على كثير مما يستهوي أقرانه وقتها وربما أن الشعر هو من تربص به إذاناً بمولد شاعر كبير علاقته الممتدة مع الحرف البليغ لم تقتصر على الشعر فله قلم سيال نثر به عشرات المقالات والمقابلات الأدبية وغيرها فله مع الصحافة مشوار ممتد لأكثر من عشرين عاماً مارس خلالها صنوفاً شتى من أشكال الصحافة والكتابة حتى تسنم مناصب قيادية في صحف عدة كل ذلك الشغف كان كفيلاً بأن يحمل اسمه عالياً ويسافر به بين البلدان العربية وهو ما كان فمؤلفاته وجدت لها في كل ركن عربي من المكتبات مكاناً دافئاً وعيوناً فاحصة وعقولاً مستقبلاً إلا أن حضوره المتلفز هو الآخر فتح لروعة نتاجه أبواباً مختلفة من الشهرة والجماهيرية والشاهد سيكتب في السطر الأخير مر الشعراء من أودية شتى كان من أنباغهم ياسر الأطراش كيف شدت التقرير؟ جميل جداً لأول مرة تعرض صورتي في الصف الأول الابتدائي لهذه الصورة ليعرفوها إلا أهلي لأول مرة تعرض هذه الصورة الله وأرشي في كل راح يا أستاذ عبد الله يعني الصورة بالصدفة أرسلتها لي منذ عدة أعوام أختي الكبرى حفظها الله وأطال عمرها أرسلتها لي أرشيفي كله راح في سراقب مدينة سراقب لم أعد أستطيع الوصول إليها للأسف بيتي راح وأرشيفي راح مكتبتي راحت كل شيء راح لكن أهم أنني أحمل محبة أهلي وبلدي في قلبي وهو الذي لا يمكن أن يذهب وأيضاً شعرك إن شاء الله أنا متأكد عندما يلتقي أبا شام بأبا نجد سنبحر ببابين الصحافة والأدب والشعر في هذه الحلقة أبو شام وأبو نجد يعني عندما عرفت بأنك أبو نجد سبحان الله شوف أساساً الخلافة العربية المتألقة في جوهرها ذهبت أساساً أول ما ذهبت أول ما انتقلت من نجد انتقلت إلى الشام إلى الأمويين في الشام فكانوا أيضاً جوهرة من جوهرات الحضارة العربية الإسلامية ومن ثم إلى بغداد وأكمل المشوار أنا بنتقل معك أيضاً إلى التاريخ أبغى أعرف بداية القرن العشرين كيف تطور الشعر وتحديداً أنا ما بيتكلم في الوطن العربي بشكل عام تحديداً في سوريا كيف كان الأدب والشعر في بداية القرن العشرين في سوريا؟ أعتقد أستاذ عبد الله الشعر العربي ما بعد القرن الرابع الهجري القرن المرحلة العباسية الثانية انحطى الأدب العربي دخلنا في عصور الانحطاط وهذا له أسباب سياسية واضحة ومعروفة استمر هذا إلى نهايات القرن 19 نصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين عاد الشعر العربي إلى التألق المحطة الأولى لماذا كانت مرحلة انحطاط ثقافية أو فكرية أو خلينا نقول مرحلة يعني لا أحب كلمة انحطاط ليست حلوة يعني مرحلة خمود بسبب أنه الأدب الرسمي الأدب الرسمي كان قائماً على من؟ كان قائماً على تمويل الدولة والدولة كانت مهتمة جداً سواء الدولة الأموية أو الدولة العباسية بمرحلتها الأولى والثانية كانت مهتمة جداً بالنتاج الأدبي الفكري النثري الفلسفي أيضاً ولك في بيت الحكمة يعني لنا في بيت الحكمة خير دليل ما بعد جاء من إلى الحكم في المنطقة العربية كلها؟ جاء العاجم جاء المغول وجاء المماليك وجاء السلاجقة جاء البويهيون الحكام لم يعودوا عرباً وبالتالي ليس هناك اهتمام بالأدب العربي هذا بطبيعة الحال فتخلت الدولة عن مهمتها في دعم الحالة الأدبية فذهبا الناس خمودة الأدب الرسمي وازدهر ماذا؟ ازدهر الأدب الشعبي وكانت هذه المرحلة من القرن العاشر الميلادي إلى القرن التاسع عشر تسع قرون قدم العرب للعالم كله أعظم أدب شعبي وإذا شئت التوقف في هذه المرحلة نتوقف فيها في مرحلة أخرى لكن هي مهمة جدا نحن قدمنا للعالم حكايته نحن قدمنا للعالم حكايته وقدمنا للعالم خياله يعني لكي لا نضيع هل أتابع أم أعود إلى سوريا في القرن العشرين؟ لا تابع لأنني شديت ونتأكد المشاهد أن نشد بهذه المرحلة طيب نعود إذن إلى لن أنسى أن نعود إلى المشهد الشعري سوريا في القرن العشرين عندما تخلت الدولة أو الدول في المنطقة العربية عن دعمها للأدب الرسمي الناس بحاجة إلى الأدب وبحاجة إلى الفن الإنسان الأول اختراع الفن الإنسان الأول نجد رسومات الآن يعني أقدم من الحضارة الفرعونية وأقدم من الحضارة الإبلائية أيضا عندنا تعود إلى خمسة ألاف سنة قبل الميلاد تجد رسومات تجد زخارف إذن الفن لازم الإنسان منذ نشأته ولا يستطيع الإنسان أن يعيش بدون فن عندما نحط الأدب الرسمي الناس بحاجة إلى أدب بحاجة إلى حكاية فماذا ازدهر؟ عاد الناس إلى حكاياتهم الشخصية عادوا إلى الأدب الشعبي وبدأت تزدهر السير الشعبية سيرة عنترة سيف بن زيزن تغريبة بني هلال وفيما بعد الحكايات الشعبية المحلية حسن راس الغول علي الزيبق هذه ظهرت في مصر وفي بلاد الشام تتقصد سيد ياسر الرواية الأدب الشعبي السيرة الشعبية سيرة الشعبية نعم سيرة بني هلال سيرة عنترة وأيضا ألف ليلة وليلة كان العرب قد أخذوها من نشأتها الأولى التي هي الهند وفارس جاءت إلى الوطن العربي جاءت إلى البلاد العربية وبدأوا يطورونها لذلك الآن النسخة المعتمدة عالميا من ألف ليلة وليلة وألف ليلة وليلة هو كتاب البشر الأول على فكرة هو أعظم الكتب وأكثر الكتب قراءة عند كل أمم الأرض هو ألف ليلة وليلة النسخة العربية المطورة التي دخلت فيها الحكاية العربية هي النسخة المعتمدة للترجمة وهي السائدة في كل الحضارات حتى يومنا هذا أما لماذا ازدهر الأدب الشعبي ومن كتبه؟ كل الناس كتبوا الأدب الشعبي أبرز يوم ليس له مؤلف وماذا حصل؟ ماذا يفيدنا؟ لم نعد حكاما أصبحنا محكومين وأصبحنا ضعفاء وأصبحنا فقراء آها إذن ماذا سنفعل؟ نخترع البطل نخترع البطل نخترع المخلص والإنسان دائما مشغول بفكرة المخلص عندما حكمني السلجوقي وحكمني المملوكي وحكمني التركي أنا أصبحت عربيا مستضعفا في أرضي إيه ولكن أنا عندي عنترة بن شداد هل تعلم بأنه عنترة بن شداد في الرواية الشعبية عاش سبعمائة سنة؟ عنترة قاتل في الحروب الصليبية سبعمائة سنة عاش عنترة وأرسلوها أيضا للقتال في أوروبا كل عدو استنفرنا له عنترة بن شداد جعلنا عنترة عمر عنترة سبعمائة عام ينتصر لنا في كل حروبنا التي هزمنا فيها وهكذا أيضا كان الزير سالم وهكذا كانت تغريبة بن هلال ودياب وواء إلى آخره فكنا نخترع البطل لأننا ضعفاء نبحث عن المخلص فيما بعد ماذا حصل؟ نقل العرب هذه الرواية إلى الحضارات الأخرى في كتاب اسمه تاريخنا المشترك لباحثة أمريكية اسمه إلي الرانيلا الكتاب أوصي به اسمه تاريخنا المشترك دور العرب في نقل أو في التأثير في الحكاية الغربية الحكاية الشعبية الغربية نحن مؤثرون في الحكاية الشعبية في كندا وفي أمريكا وفي أوروبا هل تعلم عزيزي تقول إلي الرانيلا بأنه كل الأبطال الأسطوريين في أوروبا سيرهم مستمدة من عن ترى من شداد الذي طبعا ترجم إلى اللغة اللغات الإجنبية بشكل عام فإذن أدبنا الشعبي كان ملهما للعالم طبعا هذه المرحلة نحط الشعر وازدهرت السيرة الشعبية نعود إلى شعراء أو المشهد الشعري السوري في القرن العشرين أنا قلت بأنه الشعر العربي بدأ يستعيد ألقه وحضوره نهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين لماذا؟ هنا يا أستاذ عبد الله بدأت النزعات القومية تعود إلى الظهور كانت مختفية تماما تحت سلطة ماذا؟ تحت سلطة الدول مختلطة الهوية التي تتخذ من الإسلام هوية جامعة لها حتى الدولة العثمانية التي تحكمت أربعمائة سنة ماذا كان شعارها؟ عنوانها العريض في الحكم؟ خلافة إسلامية لكي تذيب القوميات كان هناك مئات القوميات تحت سلطة هذه الدولة النزعات القومية بدأت من تركيا نفسها في نهاية القرن التاسع عشر كردة فعل نشأة قومية عربية نهاية القرن التاسع عشر أضف إلى ذلك البعثات التي كانوا يرسلها أولاد محمد علي من مصر إلى أوروبا فبدأت حركة تنوير وحركة نهضة عربية مبنية على أساس قومي على أساس الشخصية العربية هنا ليس الشخصية الإسلامية الشخصية العربية الخالصة ومن هنا أيضا كمنتج سياسي ثار العرب على حكم العثمانيين ورحب شوف الحالة العربية لم تكن حالة قطرية أو وطنية كانت حالة عربية بدليل أن حكام بلاد الشام فلسطين والأردن وسوريا وأيضا العراق من كانوا في تلك المرحلة الشريف حسين وأولاده ذهب الشريف حسين من هنا وأسس ممالك في تلك المناطق ورحب به الناس ترحيبا عظيما وثاروا معه ضد العثمانيين لا نقول هنا المسألة ذات بعد إسلامي لأنه هذا مسلم وهذا مسلم وإنما كانت القومية العربية هي الرافعة من هنا تنبه الشعراء إلى إحياء الحالة الشعرية العربية العظيمة ديوان ديوان العرب فبدأ منذ نهاية القرن التاسع عشر من العراق ومن الشام ومن مصر بدأت حالة صعود شعري هائلة في سوريا الحقيقة كان لدينا قبل ذلك كان لدينا حالات شعرية قليلة جدا حالات وتتعلق بالشعر الصوفي أكثر لأنه بفترة خمود الشعر ظهر الشعر الصوفي وصعد عاليا جدا ولدينا شاعر سوري عملاق من عمالقت يعني تقول ابن الفارض ايه بنفس سويد ابن الفارض اسمه عبدالغاني النابولسي الشيخ عبدالغاني النابولسي من أقطاب الصوفية العظام ومن أعظم الناس شعرا كان في القرن السابع عشر وحصل انقطاع شعري كبير إلى بداية القرن العشرين ظهر لدينا بدوي الجبل ظهر لدينا خليل مردم بيك ظهر لدينا فخري البارودي ومن بعد نزار قباني عمر أبو ريشا وهذه الثلة التي حملت مع شعراء الشام والخليج ومصر حملت الشعر العربي إلى مكان آخر وأنا برأي بأن الشعر في القرن العشرين يساوي الشعر في العصر العباسي قبل أن نتكلم عن شعراء سوريا في بداية القرن العشرين أبغى أعرف المشهد في سوريا اجتماعيا سياسيا كيف كان وكيف برزوا هؤلاء الشعراء بدوي الجبل عمر أبو ريشا وبعدهم لزار قباني طيب المرحلة بداية القرن العشرين كان ما زال الوجود العثماني الذي استمر إلى عام 1918 فكان الناس في حيرة بدأت تظهر القومية العربية في سوريا وبدأت تتم الدعوة لها ردا على دعوة الاتحاد والترقي التركية التي تنادي بالقومية التركية فظهرت حالة من القومية العربية في في سوريا آنذاك من بدأ يؤسس لها بدأ يؤسس لها المثقفون وكثير منهم تحديدا الصحفيون والشعراء في تلك المرحلة كان هناك صحافة ناشطة في سوريا حدث 1920 كان في عدة جرائد وعدة مجلات موجودة في دمشق وموجودة في حلب لأن الصحافة في سوريا بدأت من القرن 18 حتى وليس 19 من أيام العثمانية قديمة جدا في حركة صحافية إضافة إلى حركة ثقافية مع للأمانة مع جهالة هائلة عند الناس جهالة هائلة لم يكن هناك جامعة في كل سوريا علما أنه شوف عزيزي دور الدول التي تدعي بأنها تحكم بالإسلام وإنما هي تحكم بالقومية جامعة اسطنبول متى أسست؟ 1453 ميلادي من أقدم الجامعات في العالم 1453 هذه الدولة العثمانية التي كانت ولاية حلب ثاني أكبر ولاية فيها على مستوى كل إمبراطوريتها لم تؤسس جامعة في حلب حتى بعد 500 عام من تأسيس جامعتها في اسطنبول لم تؤسس جامعتها في حلب والتالي كانوا الناس قائمين على الكتاتيب وعلى مدارس بسيطة هنا وهناك فكان هناك يعني جهل عام في بعض القرى لا تجد كنا نقول لا تجد من يفك المكتوب من يقرأ المكتوب إذا جاء مكتوب إلى القرية بصعوبة يعني شيخ الجامع أو شيخ الكتاب حتى يستطيع أن يقرأه هذه الحالة لكن نهض المثقفون بها وكثير من المثقفين السوريين في تلك المرحلة ذهبوا إلى أوروبا على غرار المصريين ومنهم فخر البارودي وهناك أيضا فخر البارودي له دور مهم جدا في الحالة الثقافية السورية والعربية 1911-1912 ذهب في رحلة أوروبية وعاد منها فأسس فخر البارودي الأب الحقيقي لكل الحالة الفنية السورية الموسيقى والغناء رقص السماح وأيضا الحالة الشعرية أو البحثية كان له دور هائل فيها فخري بيك البارودي المرحلة مرحلة الملك فيصل لم تستمر طويلا في سوريا 1918-1920 لم تكتمل للأسف طبعا كان كثير من المثقفين معها قلبا وقالبا ولكنها لم تكتمل سنتين دخل الفرنسيون إلى سوريا هنا بدأ الشعر السوري يظهر على حقيقته 1920 فما بعد لأن حالة الاستعمار دائما هي حالة مستفزة هو أساسا أسس له بشكل جيد ذهب الناس إلى أوروبا والطلواء لحضارة الغرب وبدأت تتشكل قوميات عربية غير محزبة إلى هنا إلى هنا غير متحزبة على فكرة هي حالات انتماء طبيعي لم تتحزب بعد جاء الاحتلال للفرنسي 1920-1946 هذه المرحلة شهدت صعودا هائلا للمشهد الشعري السوري إن طبعا لجهة يعني يؤسفني أن أقول لكن أنا أتصرف بعقل نقدي وجود يؤسفني يعني وجود حالة من التقدم حالة من الديمقراطية ليس على المستوى السياسي لكن على المستوى المجتمعي إيه كان في يعني كان في وضع الدستور السوري في تلك المرحلة على فكرة الدستور السوري وضع في تلك المرحلة كثير من القوانين كثير من البنى التحتية ما زالت لحد الآن في سوريا فرنسية على فكرة لأنه كانوا يشتغلون على أساس أنهم باقون يعني في البلد فهذه الحالة وجود الجرائد والصحف أيضا كانت كثيرة تفتح وتغلق تفتح وتغلق لكن بأمر محكمة أيضا كان ذلك لا يتم إلا بأمر محكمة كان المناخ مساعدا هنا الشعراء صديقي كان في بداية تشكل هوية وطنية لأنه نحن أول مرة وعينا فيه على أسم سوريا أمتى؟ 1918 المملكة السورية مع الملك فيصل قبل ذلك لا يوجد اسم سوريا يوجد ولايات تابعة للسلطنة العثمانية أول اسم للمملكة السورية كان مع الملك فيصل 1920 سماها الفرنسيون الجمهورية السورية إذن بدأ يتشكل وعي وطني أصبحنا محددين قطريا لكن بقيت الحالة العربية الحالة القومية هي الأطغى هنا حارة الشعراء ويجب أن ننظر إلى هذه المرحلة بكثير من الإنصاف والدقة لأنه الناس تخون أستاذ عبد الله على أهوان سبب حالة التخوين يعني تقول مثلا والآن سنطلع على بعض النماذج أنه والله فلان مدح الجنرال جورو قائد الحملة الفرنسية خائن عميل أوكي تمام طويل بالك طويل بالك خائن لمين وعميل لمين الرجل ما كان عنده دولة من تقصد عمرو بريشا؟ لا بدوي الجبل بدوي الجبل بدوي الجبل له قصيدة 1920 وكان ما زال شاباً بدوي الجبل موليد 1900 1920 نشرت له قصيدة في جريدة ألفباء الدمشقية وصاحب ألفباء هو الذي سماه بدوي الجبل على فكرة وصدرت 1920 ووقع باسم مجهول ليس باسمه صاحب ألفباء هو الذي سماه أو أطلق عليه لقب بدوي الجبل إيش اسمه؟ اسمه محمد سليمان الأحمد بدوي الجبل اسمه محمد سليمان الأحمد إذن بدوي الجبل لقب 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 لقبه إياه صاحب مجلة أو جريدة ألفباء الدمشقية في عام 1920 1920 صدرت هذه القصيدة ونشرت في ألفباء يرحب فيها بدوي الجبل بالجنرال غورو ويمدحه وفي 1921 نشرت له قصيدة أيضاً في جريدة اللبنانية يهاجم فيها الثوار السوريين الذين سأثاروا على الاحتلال الفرنسي تمام قبل أن نخون تعال نقف عندما السألة بدوي الجبل ابن مين؟ بدوي الجبل ابن السلطنة العثمانية ولد 1900 في ظل السلطنة العثمانية يعني ما كان في دولة أسمها سوريا تمام كان في أستاذ عبد الله للأمانة كان هناك اختلاط هويات والهويات الفرعية تؤثر على الهوية الكبرى أو الهوية الرئيسية لم تكن سوريا قد تشكلت بعد بالبعد الواضح بالبعد الوطني الواضح فكان الناس في حيصن وبيص في تنازع هويات كان الناس متشضين هوياتيا لأنه بعد ذلك سنجد بأن بدوي الجبل من بعد 1936 أصبح من أكابر الحركة الوطنية في سوريا وما زال الاستعمار قائما إلى 46 بدوي الجبل مر بتنقلات يقال هناك روايتان بخصوص بدوي الجبل وطبعا نحن نقف عنده لأنه قام من قامات الشعر العربي والشعر العالمي عبر كل عصوره بدوي الجبل ولكن أنكر هذه القصيدة لماذا؟ هو أنكر هاتين القصيدتين وأسقطهما من دواوينه لكنه اعترف في جلسة لأصدقائه على الأقل بصحة قصيدة الجنرال جورو ويقول كانت فترة شباب عمري 19 سنة أو 18 سنة فليس ناضجا والحقيقة النضج يعني هناك أشياء نكتبها ولسنا ناضجين فيما بعد ممكن إنكاره لهذه القصيدتين هو تأكيد لمؤكد بأنه كان على خطأ صحيح يعني هو تاب عنهما وأسقطهما من ديوانه وأصبح واحدا من أهم رجالات المرحلة الوطنية في سوريا لأنه فيما بعد ناهض الاحتلال الفرنسي ومن ثم ناهض حكم البعث في سوريا وهو ابن العائلة العلوية وناهض حزب البعث الذين كان قادته من الطائفة نفسها لكن بدوي الجبل وعائلته من أبوه سليمان الأحمد الذي كان شيخا عظيما هم على فكرة هم ينتمون إلى عائلة المكزون السنجاري الأمير الشاعر الكبير والأمير العلوي الشهير أيضا أم نفس السلالة والده سليمان الأحمد كان علامة عظيما وكان عضوا في المجمع العلمي في دمشق الذي أسسه محمد كرد علي 1919 كان عضوا فيه وكان علامة لغويا وكان ليس طائفيا كان أكبر من طائفتي كان منتمي إلى الروح العربية الإسلامية وعلى هذا رب أولاده محمد سليمان الأحمد وابنه أيضا أحمد سليمان الأحمد وكان لديهما أخت شاعرة تكتب أيضا باسم مجهول باسم مستعر بعد ذلك بدوي الجبل بعد الـ 67 هزيمة الـ 67 هجى حزب البعث واعتبره مسؤولا عن الهزيمة فأرسل له حزب البعث زعرانه فضربوه في الشارع ونقل إلى المشفى وكان في حالة سيئة جدا عرض عليه جمال عبد الناصر أن يستضيفه في مصر ويعالجه شوف النبل والمرجلة قال له أنا لا أذهب إلى مصر أنا هجوتك فأنا لا تسمح لي كرامتي بعد أن هجوتك أن أذهب إليك وأتعالج على نفقتك هذه مرجلة هذا موقف هذا مبدأ أنا لا أحبك وأنا هجوتك فأنا لا أذهب لكي أتعالج على نفقتك طبعا له قصائد عظيمة فيه جاء جمال عبد الناصر وأحدها أشهرها فرعون فرعون مصر وأنت من رشق المصاحف للوليد يا قاتلا بأخ أخاه كلا قتي ليك الشهيد هجاوه جاء مرّا لكن بقصيدة فنيا هي قصيدة رائعة المهم بعدها بقي متأثرا بمرضه إلى عام 1981 ومات بهذا المرض سعودي الأربعينات الميلادية في تلك السنوات ظهر نزار قباني صحيح كان أول ديوان له أعتقد 1944-46 أربعة وربعين أو ستة وربعين نعم هنا سؤال مهم في تلك الحقبة كان الاستعمار الفرنسي كان البوضوع يعني القومية العربية فيه لماذا لا نجد قصيدة واحدة لنزار قباني مثل بذوي الجبل وغير من الشعراء اللي كانوا موجودين في سوريا قصيدة واحدة تحكي عن المشهد في سوريا تحكي عن المشهد في السياسي الاجتماعي هذا غريب جدا الحقيقة في تاريخ نزار وأنا بحثت فيه بشكل جيد لم أجد قصيدة واحدة لنزار قباني في مرحلة الاحتلال الفرنسي علما أنه نزار قباني نشأ وعاش صباه وشبابه الأول ودراسته الجامعية في أيام الاحتلال الفرنسي لسوريا عايش كل المصائب وعايش الأحداث الكبرى التي كتب فيها كل شعراء سوريا مثلا قصف البرلمان السوري 1945 كان حدثا جليلا جدا كتب فيه كل شعراء سوريا لأنه تعرف البرلمان هو رمز الدولة 1945 قصفوا البرلمان لم يكتب نزار بينما فخر البارودي الذي كان ضابطا متقاعدا لبس بدلته العسكرية وهو في عمر كبير ونزل لكي يقاتل الفرنسيين مع الناس لم يكتفي بأن يكتب الشعر طبعا فخر البارودي هو صاحب بلاد العرب أوطاني هذا الذي أصبح نشيدا لكثير من الدول العربية فخر البارودي هذا يستحق أن تفرد له حلقات وحلقات وحلقات حالة فريدة يعني ولد نزار قباني ماذا كان يعمل؟ ولد نزار قباني توفيق قباني كان صاحب مصنع حلوة في دمشق دمشق مصنع مشهورة بالحلوة تعريف توفيق قباني كان رجلا ميسورا وأنيقا ومثقفا وكان صاحب محل حلوة ويملكون بيتا دمشقيا جميلا جدا ما زال قائما لحد الآن نزار كان مدلل أمه مدلل فائزة توفيق كان مشغولا بمسألتين أبوه كان مسؤولا مشغولا بتحصيل الرزق وكان مشغولا بالحركة الوطنية أبوه كان عضوا في الحركة الوطنية المناهضة للاحتلال الفرنسي يعني نزار تربى في مجتمع أو في بيئة محلية حاضنة لثوار ضد فرنسا لكن بقي قريبا من أمه بقي قريبا من مجتمع الدلال أمه ما فاطمته لست سبع سنوات بقي يرضع من أمه إلى ست أو سبع سنوات وكانت تطعمه بيدها إلى عمر 13 أو 14 سنة فكان مدلل أمه وكان قريبا من هذه البيئة كان مشغوفا بمسألة التحرر الاجتماعي التحرر الاجتماعي لذلك وضع هذا الخط منصباه في باله تماما بداياته الجامعية أيضا النشطة في حياته الاجتماعية في موضوع التحرر الاجتماعي وكانت على فكرة كانت موضى وقتها كثير من الشعراء يعني منهم في العراق نجد في تلك المرحلة كتب كتب كاملة في الحجاب مثلا معروف الرصافي مثلا كانوا يحاربون الحجاب العشرينات والثلاثينات والأربعينات كانوا يحاربون الحجاب ويلعون إلى تحرر المرأة من خلال اللباس فقط يعني فنيزار كان مشغولا بالتجديد الاجتماعي وهذا ما ظهر في دواوينه الأولى وعلى رأس طفولة نهد طفولة نهد هذا الذي أصدره تحت هذا العنوان تخيل أنه استدعى اجتماعا في البرلمان السوري أنه ماذا يفعل هذا الشاب يعني يذهب باتجاه تغريب باتجاه اعتداء على أعراف وعادات وقيم المجتمع ووقتها أيضا صارت مساجلة شعرية مساجلة نثرية على صفحات مجلة الرسالة سلقه سلقا الشيخ علي التنطاوي الشيخ علي التنطاوي كتب أكثر من مقالة في نزار قباني وفي طفولة نهد سلقه سلقا يعني للرجل أنه ماذا تفعل نزار قباني رد على الشيخ علي نزار قباني رد عليه ردا لطيفا جدا الشيخ علي التنطاوي رجل مقدر جدا يعني لا تستطيع أن تشتمه أستاذ أستاذ كبير وصاحب عيبة فنزار رد عليه ردا لطيفا جدا لكن الشيخ علي لم يكن لطيفا ولا مع نزار يعني آذاه جدا وسخر منه كثيرا أدبية من كان الأقوى في تلك المساجلة الأدبية من كان أنت كناقد كأديب أحلى الشيخ علي كان أستاذا في نقده وتعمد أن يكون ساخرا نقده نقدا ساخرا نزار أخذ دور المدافع فقط وحجج نفسه شوف نزار لم تتغير حججه من عمره عشرين سنة إلى أن مات لم تتغير حججه ما هي حججه؟ نزار لم يكن معنيا كثيرا نزار يقول بأنه داعية جمال وداعية خلينا نقول تطور ورقي اجتماعي ليس لديه الكثير من الحجج ونزار لم يكن معنيا كثيرا في مهاجمة الآخرين وهذا يحسب له يعني في قصتي مع الشعر فقط في كتابه قصتي مع الشعر قال رأيه بكل شعراء أحصر ولم يكن يعجبه أحد لم يكن يعجبه إلا القليل من الناس لم يكن منصف؟ أنا أتبنى معظم آراء التي قالها يعني مثلا هو يقول بأن يسمي عبدوهاب البياتي غراب الشعر العربي يعني عبدوهاب البياتي مضى عمره فقط يصطنع المعارك مع زملائهم يصطنع المعارك هذا هو عمله مثلا يقول عن أدونيس شاعر علاقات عامة وهذه حقيقة جدا يعني قال أنه هذا الكلام من الخمسينات على فكرة وفي جلسة بينهما كان صديقين يعني قالوا بالله عليك هل تفهم أنت ما تقول؟ هل تفهم شعرك؟ فضحك أدونيس أو نزار يقول أنا لم أكن أفهم يعني ما يقوله أدونيس لكن قال هو شاعر علاقات عامة من واشنطن إلى بكين إلى باريس يبني الرجل علاقات وفعلا فادته جدا بالأخير سوق نفسه وعلى كل حال وبضاعة الشعراء إن أنفقتها نفقت وإن أكسدتها لم تنفق ولكن نزار قباني كان الكثير يعتقد بأنه نزار قباني أذكى شعراء جيله إعلاميا صحيح نزار هل من السهل أن تتخلى عن عملك دبلوماسي ملحق ثقافي في سفارات سورية حول العالم شغل منصب ملحق ثقافي أو سكرتير سفارة في أكتر من سبعة أو اثمان سفارات سورية وكان على رأس عملية بتعرف هو خريج حقوق 1944 يعني من الخريجين الأوائل أساسا في كلية الحقوق السورية وكان دبلوماسيا ويجوب العالم من الهند إلى الصين إلى إسبانيا إلى تخيل أنه استقال من العمل الدبلوماسي استقال نهائيا استقال من أي عمل لماذا؟ أصبح نزار قباني الشاعر فقط فتح دار نزار قباني للنشر ماذا تطبع دار نزار قباني؟ تطبع فقط كتب نزار قباني فقط فتح دار نشر لنفسه وأصبح يسوق ونجح نجاحا باهرا في ذلك فكان عبقريا في موضوع التسويق كان عبقريا حتى على مستوى الأغنية سوق لنفسه بشكل هائل على مستوى الأغنية يعني من الخمسينات كان معنيا بأن يغني له تحديدا الفنان والمصريون 1960 مثلا كان أتوقع ملحقا في الصين فأرسل في بدايات نجاة الصغيرة لمح أن هذا صوت عظيم وله مستقبل فأرسل لها قصيدة بالبريد وعندما وصلت إليها طلعت قالت يا سلام قصيدة عظيمة جدا فذهبت بها إلى كثير من الملحنين قالوا له ايه الكلام ده يعني ما يتلحنش لكن بالأخير لحينات القصيدة وأصبحت قصيدة الآن أتذكرها قصيدة نجاة الشهيرة المهم يعني الآن أتذكرها تأتي إلى بالي هي 1960 لنجاة ونزار قباني حتى فساتيني التي أهملتها فرحت به رقصت على قدميه هذا البيت منها وانطلق نزار في عالم الغناء إلى أن طبعا غنى له بعد ذلك عبد الحليم حافظ هذا الكلام من الستينات والسبعينات وكان له طبعا عدة أغاني مع عبد الحليم وفيما بعد أيضا أم كلثوم 1969 غنى له وكاظم الساهر الذي يحمله إلى جيل جديد كان يتعامل بذكاء شديد حتى مع الفدنانين حتى في آخر حياته يعني كان يغني له كاظم الساهر هذا الاهتمام الفني عند نزار قباني بدأ من التسعينات مع كاظم وكاظم ضمن له حياة جديدة تخيل من الذي ضمن للآخر؟ كاظم ضمن لنزار حياة جديدة مع من؟ مع الجيل الجديد نزار شاعر عظيم لا يموت هذا من الذكاء الإعلامي أيضا لكن خلصنا مرحلة نجاة وم كلثوم وعبد الحليم حافظ ننتقل إلى الجيل الجديد من الحامل القيصر في المرحلة كاظم القيصر كاظم وكاظم طبعا يعني ما صدق أنه نزار قباني يعطيني شعر فشكلوا أيضا حالة صعدوا بعدد من القصائد العظيمة التي ضمنت لنزار وجودا لأجيال جديدة لأنه عادات السمع وعادات المشاهدة يا أستاذ عبدالله تتغير طبعا الآن بزمن سوشال ميديا تتغير بشكل أسبوعي الله ينكم نحن الإعلاميين والله نتابع السوق بشكل شهري كيف أصبحت عادات المشاهدة كيف نجعل مدة البرنامج كيف ندخل بستوري ولا ندخل بالضيف لاحقين المشاهد على عاداته فنزار كان ذكيا بأنه تعامل مع الجيل الجديد بحيث أنه ضمن لنفسي حياة جديدة مع أجيال جديدة من خلال الغناء قبل من انتهي الغناء قصيدة أيضنه نجاة صغيرة أيضن أني لعبة بيديه أنا لا أفكر بالرجوع إليه نعم جميل نعم لما كنا نتكلم أنه نذار قباني لم يكتب قصيدة واحدة عن أمة عن بلد في تلك الحقبة في الحقبة الفرنسية فقط لكن في آخر حياته كتب قصيدة رائعة جدا في مطلع الحمراء كان لقاؤنا ما أطيب اللقيا بلا معادي عيناني سودوان في حجريهما تتوالد الأبعاد من أبعادي هل أنت إسبانية سألتها؟ قالت في غرناطة ميلادي غرناطة وصحت قرون سبعة ومسحت جرحا ثانيا بفؤادي إلى أن يقول في الأخير عنقت فيها حينما ودعتها رجلا يسمى طارق ابن زياد نذار بدأ المرحلة الوطنية والسياسية من شعره 1967 مع النكسة بعد النكسة أصدر مباشرة هوامش على دفتر النكسة ديوان الشهير هوامش على دفتر النكسة الذي كان عظيما ببساطته قدم الشعر السياسي البسيط نقعد في الجوامع تنابلا كسالا نقطع الأبيات أو نشطر الأمثال ونرتجي النصر على عدونا من عنده تعالى هل بدأ الشعر السياسي لأنه كان بعد الهزيمة لأنه كان الكثير يريد هذا النوع من الشعر هل هو هدف إعلامي عند نظام؟ أم كان مبدأ؟ بعد ال67 كل الشعراء كتبوا مبدأ كانت الهزيمة صعبة جدا كانت الهزيمة مفاجئة لأنه كان العسكر العرب في تلك المرحلة تحديدا في مصر والشام يعدون الجمهور سنلقي إسرائيل في البحر هذا هو الشعار سنلقي إسرائيل في البحر فصح هو إسرائيل سحقتنا في خمس أيام سحقتنا أصيبت الأمة بذهول كانت فترة أنا بكلمني والدي عن تلك المرحلة رحمه الله الناس أصيبت بخيبة عظيمة وكأن الدنيا انتهت وكأن الدنيا انتهت فالشعراء كتبوا كثيرا في تلك المرحلة والحقيقة ديوان نزار كان من أهم المجموعات التي صدرت في تلك المرحلة وأيضا هجى فيها جمال عبد الناصر معظم الشعراء هجوا عبد الناصر في تلك المرحلة لأنه اعتبروا المسؤول الأول عن الهزيمة طبعا ومن ثم عاد وصالحه بأربع قصائد من عيون الشعر أنا ببدأ مع إياس الأطرش الشاعر متى بدأ إياسر يكتب شعر؟ أنا في المرحلة الابتدائية كنت مهتما جدا في الصف السادس الابتدائي أنهيت قراءة المعلقات السبع أنهيت قراءة المعلقات السبع في الصف السادس الابتدائي وكنت في بيت مهتم بالأدب بحكم طبعا والدي ووالدتي أميون لكن أخي الأكبر أطال الله عمره كان وقتها طالبا في كلية الشريعة في دمشق هذا الكلام في نهاية بداية الثمانينات فكان يهتم كثيرا بأن يعني يوميا على الفطور عندنا درس في اللغة العربية درس في الإملاء درس في النحو فأحببنا اللغة العربية من هنا كنت مهتما جدا في الشعر بدأت بتكوين مكتبة في الصف الأول الإعدادي بعمرة 13 وكنت فقيرا يعني ربما أجمع مصروف شهرين أو ثلاثة حتى تستطيع أن أشتري كتابا واحدا وعلى فكرة كلها ما زالت في مكتبتي التي راحت أول رواية أذكر أشتريتها لمحمد عبد الحليم عبد الله وكان عمري 13 عام آنذاك فكان اقتناء الكتب بالنسبة لي يعني كنزا عظيما النضج بدايات الكتابة الناضجة كانت في عمره 14 بدأت أكتب أبيات معقولة أتوقع أول نص حقيقي وناضج لي كان في الصف الأول الثانوي مات أحد أساتذاتي رحمه الله فتأثرت كثيرا كنت أحبه وكتبت قصيدة في رسائه أخذتها تاني يوم لأستاذ اللغة العربية فقال لي يا سر رائع هذا نص يعني موزون تماما تعرف كيف الأساتذة ينظرون أن هذا نص خلص سليم عروضيا وموسيقيا إذن هو شعر يعني تتذكر هذا النص؟ والله أتذكر مطلع فقط يعني صف العاشر سنة كم هي؟ الجسم عانى والفؤاد يعاني من فقد خل فقده أضناني أو هكذا شيء يعني ألف وصف العاشر يعني نتحدث عن ستة وثمانين لا أكتر ممكن تسعة وثمانين وهكذا يعني بعدها بدأت خلص قلت أنا شاعر فبدأت أكتب لي صبايا الحارة للجارات وتعرف الحب الأول دائما هم الجارات يعني صراقب لعبة دور مهم وأنا أنسان عادي أحب الجارات مثل ما كل الشباب بيحب الجارات فبدأت يعني كتابة أشياء بسيطة طبعا أكتبها ولا تصل لأحد يعني مين يا لطيف يعني أستطيع أن أوصل شيئا لأحد والله بتنقص إيدي يعني طبعا بتعرف المجتمعات كانت مجتمعات مغلقة البداية الحقيقية بدأت مع المرحلة الثالث ثانوي هنا تطورت بسرعة أصبحت شاعرا مكتملة بعمر 19 سنة أنا شاعر مكتمل الأركان سمعت عن مسابقة في جريدة أحضرها لي أخي اسمها مسابقة سعاد الصباح شيخ الدكتور سعاد الصباح طبعا أقول وقتها كبير طبعا فشفت فعندي مجموعة قصائد بسيطة جمعتهم فلكن أحد الشروط أن تكون منضوضة على الآلة الكاتبة هذا الكلام 1993 ما كان فيه كمبيوترات يعني منتشرة على انطاق واسع هذا بالنسبة لك شرط صعب جدا وأنا لا أملك ثمن كتابت على الآلة الكاتبة أيضا الموضوع مكلف فالمهم زبطنا الأمور من هون ومن هون وأخذتها ونضط على الآلة الكاتبة وحطيتها وأرسلتها إلى الكويت ونسيت الموضوع بعد حوالي ست سبع أشهر وإزب يجي تليفون ياسر الأطرش نعم أنا فلان من الكويت أهلا وسهلا قال مبروك أبشرك أنت فست بالجائزة الأولى أنا أومي علي يا رجل عمري عشرين عام يعني ما استوحبت الموضوع عن جد فكانت هذه بالنسبة لي بؤرة انطلاقة ذهبت إلى التكريم بفندق الشام في دمشق أخذت كل أصدقائي الذين أحبهم لكي يفرحوا معي وأفرح بهم واخذت أبي أكتر أحد في العالم كان بيهمني أنه يفرح هو أبي هذا الرجل الذي أنضى سبعين عاما وهو يعمل سبعين عام وهو يعمل عاملا كان دائما يقول يا أولادي لا تسامحوني إذا أدخلت إلى جوفكم لقمة من حرم أنا كل همي في الحياة أن أريح هذا الرجل وأن أسعده ذهبنا وكانت الجائزة ثلاث ألاف دولار استلمتها كانت تعادل مئة وخمسين ألف ليرة سوري جبتها وعطيتها للوالد كان هذا أكبر مبلغ بيمسكو في حياته كان في السبعين من عمره بعمره ما أمسك هذا المبلغ فكانت لحظة بالنسبة لي لحظة فخار اعتزاز أحسيت أني عملت شيء والدي بعدها أصبح يقول للناس لا تنادوني بأبو أسعد نادوني بأبو ياسر يعني تذكر ردة فعلا في تلك الجائزة؟ يعني قلت لك بأنه أصبح يريد أن يكنى بأبي ياسر وكانتها بأكبر مكافأة بالنسبة لي بعدها يعني مكنني الله سبحانه وتعالى من أعظم إنجاز أنجزته بحياتي بأنه قل له شكراً تفضل لبس البشت وعمل شيخ واستريح بعدها أموري المادية تحسنت كثيراً جداً أول ما اشتريت سيارة مش عشاني بس عشان أنه أفتح الباب وأركبه وأخذه عند أصدقائه وأفتح الباب وأنزله بس الحمد لله وكان آخر كلامه من الحياة الله يرضى عليك يا ياسر رحمة الله عليك لا أخشى شيئاً بعد هذا يعني يعني فعلاً أنا كنت صراحة فارد محور عن علاقتك بوالدك ووالدتك لكن أبتقل معك لبعد هذه الجائزة 1993 بدأت مرحلة ياسر الأطرش الشعرية تكبر وتكبر أكثر أنا بغا تعطيني كيف هذا الصعود لياسر الأطرش الشاعر في تسعينات الميلادية؟ أنا اقتنعت أنه أنا هذا خطي في الحياة أنا شاعر أنت أمتهن هذا الشعر فقررت أن أمتهن الشعر وبالفعل خلال فترة وجيزة جداً استطعت أن أقنع المجتمع وأن أقنع الحالة الثقافية السورية كلها بأنه ولد شاعر سوري كبير فالمراكذ الثقافية كلها في كل سوريا تبنت هذه الحالة وخلال فترة وجيزة أصبحت مطلوب بحيث أني ما ألحق أنا في حالة سفر دائم في حالة سفر دائم من درعا إلى الحسكة إلى السويدة إلى اللاذقية إلى حلب إلى إله حراك دائم 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 ياسر 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 كله يتحدث في ياسر حتى كبار الشعراء السوريين يتحدثون بميلاد شاعر سوري أبرز الشعراء السوري الذين دعموا ياسر حتى القادر الحصني اسم كبير جداً فايس خضور أيضاً كتب عني مقالة مهمة جداً فايس خضور من أهم الشعراء السوريين والعرب كتب شعراء في الجحيم وصنف عشر شعراء سوريين فكنت أنا من ضمنهم هذا كتب 1995 وصنفني على أساس أنني من أهم الشعراء السوريين القادمين إلى الساحة نزار قباني لم يكن يعرف ياسر نزار لم ألتقي به ولم أعرفه لأنه نزار كان بعيداً عن الحالة السورية نزار تعرف كان بين بيروت ومن بين بريطانيا فكان بعيداً عن الحالة السورية تماماً ولكن بيروت هي يعني الحالة اللبنانية السورية كانت قريبة أم هو يتعمد؟ نزار قلت لك نزار حالة خاصة كان مغلقاً على نفسه نزار اكتفى بنزار قلت لك أنا يعني أشرت إلى إشارة بأنه نزار أسس دار نشر ولم ينشر إلي لنفسه فكان هو مكتفياً بنفسه تلك الفترة كنت أتمنى أنه نزار قباني يعرف كشاعر؟ لا هل تعتقد بأنه سمع أي نص لك؟ لا أعرف لكن محمود درويش سمع شيئاً لي وأثنى عليه نزار لا أعرف إن كان قد وصله شيئاً من نتاجي يعني لكن يعني كل شعراء السوريين الكبار أقروا جداً بهذه الموهبة في التسعينات ودعموها دعماً كبيراً على أنني هنا مسألة مهمة جداً ربما يعني جديرة بالذكر أنني كنت مستقلاً تماماً وهذه مرحلة كانت صعبة جداً في سوريا أن تكون مستقلاً بمعنى أنك لا تكون في خط السلطة هذا كان في سوريا صعباً جداً ما ممكن أن تكون مستقل صعب هل كان غرور الشاعر الشاب المشروع في تلك فترة؟ لا لكن أنا لا أمدح أحداً يعني شعر المديح والهجاء مسقط عندي بالضرورة أنا لا أمدح ولا أهجو ولا أقر بهذين الغرضين في الشعر العربي كله لا تقر؟ إطلاقاً لا أقر بالمديح ولا بالهجاء إطلاقاً أسقط هذين الغرضين من الشعر العربي كله يعني أقف منهما موقفاً الحقيقة فيه الكثير من الـ ولكن كان هناك قصائد عظيمة جداً في الدولة الأموية وغيرها صحيح صحيح من أساساً تعلم بأن الشعر كان أين يختبر؟ يختبر في المديح تخيل أبو العلاء المعري الذي هو أكثر استقلالية من أي أحد في العالم كتب في المديح لماذا؟ قالوا له لماذا تمدح قال لهم أجرب نفسي فقط يعني أريد أن أستكمل أغراض الشعر وهذا أحد أهم أبواب الشعر لكن نحن نتحدث عن القرن الرابع الهجري كان هناك نمط للشعر العربي أما الآن يعني أفهم الموضوع في عدة مناحف هذا الموضوع أولاً بالنسبة للدول الملكية والمشيخية غير الدول الجمهورية أفهم المديح في الدول التي يحكمها ملوك أو أمراء أو شيوخ ليه؟ لأن العلاقة التعاقدية ما بين السلطة وما بين الناس مختلفة اختلافاً جذرياً عن العلاقة التعاقدية في الدولة الجمهورية اختلافاً جذرياً هناك الرئيس موظف الرئيس موظف بالدستور أنت تنتخبه أربع سنوات موظف هو الموظف الأول في الدولة أعلى موظف في الدولة تنتخبه لأربع سنوات وأربع سنوات أخرى فإن أحسن تشكره وإن أساء تنتقده هذا هو الأصل في الحكم الجمهوري العلاقة التعاقدية مختلفة جدا أما في الدول مثلا أنتم من يومين ثلاثة كل عام وانتم بخير أو من عدة أيام كنتم تحتفلون بعيد التأسيس ثلاثمائة سنة ثلاثمائة سنة يعني دولة سعودية أولى ودولة سعودية ثانية ودولة سعودية ثالثة إذن هناك حكم الراسخ وهناك شو؟ هناك تعاقد وهذا التعاقد يتجدد ما بين سلطة وما بين ناس وأن الأمر يختلف تماما أما في دولة جمهورية دولة عسكرية نحكم فيها بالحذاء العسكري وفوقها أمدح الحاكم أيضا ليه يا أخي مجوعني وساجني ومانع علي كل أسباب الحياة الكريمة وأمدحك أيضا كان هذا خطا أحمر بالنسبة لي لم أفعله إطلاقا طبعا سبب لي الكثير من الإزعاجات في حياتي أغراض الشعر ضمن المدح لم تجرب في مدح مدينة أو مدح مدحت سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في ديوان كامل لديوان كامل صدر عام 2015 عن دائرة الشارقة للثقافة والإعلام عنوانه قاموس الضوء كله قصائد محمدية اللهم صلي على سيدنا محمد مدحت المعري إمامي وسيدي يعني المعري هو إمامي إمامي في الحياة وإمامي في الشعر أيضا كتبت ليس مديحا وإنما كتبت الكثير من القصائد في المعري كتبت في أبي طبعا طبعا أكتب في المدن كثيرا أكتب في المدن كثيرا جدا وأكتب في الدول أيضا أكتب في العرب أنا أحب العرب يعني على كل ما بهم بعجرهم وبجرهم أنا عربي وأحب العرب وأناهض الغرب لست مفتونا إطلاقا بحضارة الغرب إطلاقا أنا أحب أهلي أنا عربي وأحب العرب والعرب كويسين والعرب جيدين والعرب أصحاب أخلاق وأصحاب مرؤة وأصحاب مكارم شاء من شاء وأبا من أبا وأصحاب حكاية وأصحاب إبداع نحن متفوقون لكن أحيانا لا يتاح لنا الظرف الآن يعني اسمح لي أن أخذ هذه التجربة أنا من عشر سنة جيت السعودية والآن جيت السعودية هذه مدينة أخرى الرياض وهذا كادر آخر تعرف قبل 12-13 سنة لما كنت أجي مثلا بأمسي أو أصور برنامج يكون المثيع سعودي والكادر 100% أجنبي الآن الكادر كله سعودي أو 90% سعودي وليس سعودي تنفيعات كفاءات حقيقية كفاءات حقيقية إذن نحن مبدعين نحن كويسين لكن نريد المناخ لكي نشتغل فالعرب أمة جيدة صديقي وكل يعني ما يقوله المفتنونة بالغرب حالة نقص شعور بالنقص لا أبررها أبدا نعم تختلف الأمور ربما يقول لك يعني لكن الآن بعد كثير من الأحداث السياسية التي عصفت بالعالم أمام حالة بغداد 2003 كيف كان الغرب؟ ألا يمكن أن أحلل الغرب أنا كله بناء على هذه النظرة؟ بناء على مجاعات صار لها 40 و50 سنة في العالم الغرب صديقي صنع إنسانية بديلة الآن نجد في إنستجرام في تيك توك يسود مقطع بملايين عشرات ملايين المشاهدات لإمرأة في النمسا أنقذت قطة إتمام لكن حكومة هذا البلد تساهم في تجويع وقتل نص شعوب الأرض يا جماعة هذه الإنسانية البديلة يجب أن لا تغشنا يجب أن لا تغشنا المواقف من فلسطين والمواقف من غزة كانت مواقف كاشفة يا رجل فصل كبار الممثلين والمذيعين وعارضات الأزياء في العالم فصلوا عن أعمالهم فقط لأنهم أخذوا موقفا إنسانيا من غزة والموقف من غزة موقف إنساني بغض النظر أنه بالنسبة لنا موقف إسلامي وعربي وأخلاقي وإنساني لكن بالنسبة لهم موقف إنساني يا جماعة يا أخي في طائرات عم تقتل أطفال لا يجب أن نجرم الأطفال صدرت قوانين بهذا قوانين الذي يضع الكوفية في فرنسا أو في ألمانيا يجرم طيب هاي حضارة كويسة يا جماعة هدول الناس كويسين ليه يا حبيبي ليه قول متقدمين تكنولوجيا أوكي متقدمين تقنيا أوكي ماشي الآن دورة التاريخ بصفهم لكن المرحل والمرحل كانت بصفنا لكن نحن الآن نلحق بركب الحضارة بشكل جدا جيد بشكل ممتاز والأهم من ذلك أستاذ عبد الله وأقول لك وللسادة المشاهدين الأهم من ذلك بأنه إنساننا الداخلي ما زال بخير الإنسان الجواني العربي ما زال بخير ما زال جيد ما زال عنده مكارم عنده مرؤة عنده أخلاق عنده إنساني فنحن أنا عربي أحب أهلي بعجرهم ببجرهم بفقرهم بغناهم بضعفهم بقوتهم أنا عربي أبو شام حقيقة أنا ودي أسمع جميع قصائدك لأنني معجب كواحد من الجمهور ولكن أبغى أسمع قصيدة أبو سيديك يا وطن اليتام حاضر خلقنا نادمين القصيدة يعني عملت صدى ما زال ممتدا القصيدة أنا أتوقع أني كاتبها بـ 1999 على فكرة أبو سيديك يا وطن اليتام أعرني صدر أمي كي أنام تعبت من الغياب وضاع وجهي وكف أب السماء الصحو غام خسرت خطايا في غزو البرار وقلت لما تبقى قم فقام على عكاز روحك جئت أسعى إليك مضرّجا بك مستهاما كسرت دمي وخنت جرار أمي المليئة بالحنين وصمت عاما لأقرأ في يديك حروف روحي محررة تخط بها كلاما عن الأمطار تغسل حزن روحي وعن عينيك تذبحني غراما وعن عسل البكاء بحضن أم كمريم إنما تدعى الشآم لقد تعب التراب لقد تعب التراب كأن عجنا بماء الظلم وازددنا ظلاما خلقنا نادمين فليت لحمي تشقق قبل أن يكسو العظام فما للشمس قد هلقت عيوني ولا ثغري لأقترف المدام ولكن كي أرى قلبي قتيلا وآكل لحم إخواني حرام فليت الجب يا يعقوب أعمى وليت الذئب قد أكل الغلام فإنك إذ نظرت بعين حب جعلت عيون إخوته سهام ولولا الحب ما نفيت قلوب ولا شكلت من وجعي حسام أهش به على وجعي إلى أن أرى طفلا يصيح أريد ماما فأغمدني وأكفر يا بلادي بصدرك يرضع الطفل الحرام ويلقين على الطرقات لحما لجوع البرد ينذرنا طعاما فأفرح حين تأكلني بلادي وتعرف أنها أكلت كراما ويدري السيف حين يروم ضربا يفوز فقط بمن لم يحنهانا الله صح لسانك أستاذ ياسر دمشق مرتبطة بغزل ياسر الأطرش وقصائده كتبت كثيرا لديمشق يعني حبيبتنا حبيبة كل الشعراء السوريين كل الشعراء العرب كثير من الشعراء العالم كتبوا لديمشق دمشق محطة في التاريخ من أقدم العواصم في التاريخ أقدم المدن في التاريخ عاصمة لا يمكن تجاوزها إطلاقا محطة حضارية لا يمكن ولا يخبو ذكرها حتى في حالات وهنها تبقى حاضرة بقوة لا يمكن للعالم أن يكون بدون دمشق يعني نحن نراها إلى هذه الدرجة من فروض العالم ليست من النوافل دمشق فرض من فروض العالم وشرط من أشراط وجود العالم احتضنت الإنسان الأول احتضنت الحضارات الأولى وفيها توهجت وتوقدت الحضارة العربية والإسلامية المرحلة الأموية وعندما استسلم كثيرون للمغول وقفت في وجههم وحاربتهم في التقم منها فأحرقوها أربعين يوما وليلة ولكنها عادت إنها العنقاءة العنقاء دمشقية العنقاء التي تنهض من تحت أي رمات لا يمكن أن تموت أكيد كتبت ثلاث رسائل ماجستير عن تجربة ياسر الأطرش الشعرية ومن ضمن هذه الرسائل في طالبة سعودية اسمها نورا الثقافي صحيح كيف تلقيت هذا الخبر عندما تكتب رسائل ماجستير عن تجربة ياسر الأطرش الشعرية بالتأكيد يسعدني الأمر الكثيرا في حدود علمي الآن أصبحت خمس رسائل يوجد في الأردن يوجد في البحرين يعني خمس رسائل التي أعرفها طبعا يعني أكيد فخور وسعيد أن يحتفى بالتجربة أكاديميا هذا شيء مهم جدا هذا شيء مهم جدا لكن أحيانا أيضا دعنا هنا نعتب على بعض الأكاديميين الذين يضيقون واسعا على الطلاب بحيث أنه مريت بحالتين في جامعتين مصريتين واحد أراد أن يشتغل رسالة دكتوراه فقال له المشرف بالحرف الواحد قال له ياسر الأطرش شعر كبير من أهم شعراء المرحل على الأطلاق ولكن ده يصدع يوجع الدماغ بشو بوجع الدماغ أنا ما بعرف فحكم الشخصي خلينا نقول يجب أن ينح هذه مرحلة أخرى تقصد الأراء الشخصية عن ياسر الأطرش قد تمنع الكثير من الطلاب هذا المشرف ليس الطالب قد يمنع هذا المشرف الطالب بالضبط وآخر قال له ياسر شعر ممتاز مهم وكذا لكن اكتب عن شعر مصري في مسألة أستاذ عبد الله يجب أن نتنبه لها اسمح لي في هذه المسألة أنا لا أقر بوجود ثقافات وطنية أنا لا أقر بشيء لا يوجد شيء اسمه الرواية السعودية والرواية السورية والرواية المصرية فيه الرواية العربية ولا شيء اسمه شعر هذا يعني يتم بالتأريخ التأريخ للأدب المحلي وارد لكن أن تقول بأن هناك خصوصية هناك ميزة هناك حالة عربية جامعة لثقافة عربية جامعة نحن نكتب بلغة واحدة ونكتب ننهل من تاريخ واحد ومن إرث واحد ما بإمكانك طيب الآن أنت معني في دراستك في منهجك الفكري هل أنت معني بالحضارة العربية الإسلامية الأموية والعباسية ولا لا طبعا أنت معني هي جزء من تكوينك وكلنا معنيين بالحالة التأسيسية التي كانت في شبل جزيرة العربية والتي نقلت الإسلام إلى العالم بالتالي هذه الهويات هي هوية واحدة هي هوية عربية إسلامية هذه هي الهوية الجامعة فيه هويات فرعية الهويات الفرعية يجب أن لا تطغى على الهوية الجامعة لنا هوية واضحة يا جماعة هويتنا هي هوية عربية إسلامية والهوية الثالثة هوية التنوع والاختلاف قبول بعضنا أنا هذا مبدأي في الحياة وعلى هذا أعيش وأموت ثلاث هويات عربية إسلامية تنوع أقبل كل الناس الذين أشاركهم الحياة لا أقبلهم نوعا من التفضل أقبلهم أنهم شركائي وهم يعني أرجو أن يقبلوني أيضا هذه التشاركية في الحياة مع المختلف عني ثقافيا أو هوياتيا أما الهويات الفرعية جميل أن يحتفى بها والهويات الفرعية كثيرة جدا أستاذ عبد الله لدينا العائلة هوية فرعية والعشيرة والقبيلة والمنطقة هذه هويات الفرعية يحتفى بها وتحترم لكن لا يجب أن تكبر إلى درجة أن تطغى على الهوية الجامعة لهؤلاء الناس الذين يعيشون على هذه الجغرافية ويتقاسمون هذا التاريخ ويتقاسمون المستقبل طالما نحن نتقاسم المستقبل إذن يجب أن تكون أرضيتنا مشتركة كيف كانت رسالتها هذه الطالبة السعودية عن تجربتك الشريك؟ والله ممتازة والحقيقة يعني أوجه لها تحية للأخت نورة المحترمة الرسالة أعجبتني وعجبني فيها أكثر اجتهادها للأمانة هي وطالبة أردنية أخرى أيضا أوجه لها تحية الأستاذة سارة أكثر من كان يتابع معي ويسألني ويستفسر لمدة عام كامل لأنه أنا أيضا بفتح المجال كانت عامة عن تجربتك الشعرية ولا كانت؟ لا 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 أتوقع كانت عن السيمياء علم العلامات في شعري الفضاء السيميائي أتوقع له علاقة بعلم العلامات في قصائدي فكانت دائمة التواصل ودائمة السؤال وأنا احترم جدا الطالب أو الباحث الذي يشتغل في هذا الاتجاه لكي يخرج بأفضل مخرج ممكن يعني شاركت في برنامج أمير الشعراء؟ 2007 نعم نسخة الأولى كيف كانت تجربتك؟ جيدة طبعا أمير الشعراء كانت آخر مشاركة يعني في مسابقة بالنسبة لي عندي جوائز عربية وعالمية ومحلية كثيرة الحمد لله لكن هذه مرحلة انتهت من حياتي انتهت نهائيا موضوع المسابقات والجوائز يمكن الآن أن أقبل الجوائز تكريمية فقط أن تكرم تجربتي على راسي أو أن تكون عضو في لجرة تكريمية؟ أو أكون محكما وأنا الآن فعلا محكم في عدد من الجوائز العالمية للشعر والعربية أيضا لكن لن أجلس بين يدي أحدهم بعد الآن ومش بعد الآن من عشر سنوات يعني أستاذي وشيخي وإمامي الجليل المعري لم يجلس إلى أستاذ بعد عمر العشرين أتم العلم في العشرين وجلس أستاذا في العشرين رأي نجاسم صحيح في المعلقة وغيرهم الشعراء؟ لا ألوم جاسم وجه له تحية صديقي الحبيب أبو أحمد لكل خياراته طبعا أنا أحب جاسم جدا وعلاقتي في علاقة صداقة وأخوة وأنا لا أتمنى كنت أن يشارك جاسم أنا أفهم كل الشعراء الذين شاركوا أعرفهم وأحبهم وأفهم أسباب مشاركتهم وأقدرها جدا وأبارك هذه المشاركة من دخيل إلى زكي إلى كل الشباب اللي شاركوا أفهم الحيثيات وأبارك وأقر هذه المشاركة جاسم أكبر من هذه المسابقات جاسم أكبر من أي مسابقة جاسم وليس لديه أسباب أستاذ عبد الله نحكي صراحة الشاعر يشارك في المسابقات لسببين الوصول والفلوس غيرهم لا تقل في أي سبب في العالم ولا أي سبب في العالم ثالث الوصول إلى الناس أو الفلوس ما أنا واصل وعندي فلوس ليه أشارك في المسابقة ما سألت جاسم هو صديقي يعني باركت له أنا أحبه كثيرا جاسم يستاهل جاسم شاعر كبير أستاذ كبير أستاذ جاسم أستاذ وجاسم أستاذ على المستوى الإنساني أيضا على مستوى الشعري هو أستاذ وعلى المستوى الإنساني هو أستاذ وأنا أبارك له وأبارك لي وأبارك التجربة أيضا علما إن شاء الله سألتقي في أصدقائي في المعلقة وسيكون لنا حديث بالشكل العام كانت فعلا ثقافيا مهما جدا وإيجابيا وصحيحا لكن داخل هذا العمل للكثير من الملاحظات النقدية الحبية وإن شاء الله سأتحدث بها بشكل شخصي مع الأصدقاء القائمين على المعلقة ما تقدر تتكلم عنها في الإعلام أتكلم لا مشكلة بالعكس أنا بدي أسمع منك المعلقة هي فعل ثقافي مهم فعل ثقافي صحيح يصحح الكثير من المسارات التي كانوا عليها اعتراضات في مسابقات أخرى بعدين الشعراء دائما يجب أن يكرموا وهذا حقهم لأنه يعني أقل الناس شوف الرياضيين قديش بيتكرموا شوف شو عراء كام فأعملين نحن بحاجة دائما إلى الحض كتجربة أولى مهمة جدا تجربة جمع الشعبي والنثر والفصيح أحببتها جدا برأيه ناجحة جدا أن يكونوا جنبا إلى جنب والناس تختار ما في مشكلة أنا لا أفرض على الناس أنا أتيح لهم الخيارات وهم يختاروا قصيدة النثر تألقت في هذه المسابقة تألقت يستحق النثر أن يكون من ضمن المعلقات؟ جدا والله العظيم اللي قدمه محمد التركي من أجمل ما يمكن أن يقدم قدم نصوص سامقة جدا ما عندي مشكلة مع لما بدي سميها قصيدة ما عندي مشكلة الصراع ما زال قائمة سميها قصيدة أو تسميها نص أدبي ما عندي مشكلة لكن قدم نصا أدبيا هو ومحمد الحرز ومحمد غازي ومحمد بارك قدموا نصوص رائعة فكانت قصيدة النثر البرنامج أهم ما قدمه لنا وقدم لنا قصيدة النثر أو النص الأدبي الذي يسمى قصيدة النثر هذه من أجل شو رأى في البرنامج تراها؟ جدا وهي محقة وأنا معها ويجب أن تستمر أما على مستوى الشعبي وأنا أحبه جدا يعني طربت شو هذا صالح نشير يا أخي؟ شو هذا الصالح؟ ما شاء الله علي ما شاء الله علي استحق عظيم طبعا الشباب كلهم اللي كانوا موجودين كانوا عظماء على مستوى القصيدة طبعا القصيدة الفصحى المشاركات كانت ممتازة طبعا أحد أهم ملاحظاتي أنه الآن سأسأل أسئلة بإجاز لن أقول آراءه إنما سأسأل أسئلة المعلقة في برنامجها الأول في موسمها الأول أنا برأي كانت إقليمية ولم تكن عربية كانت إقليمية خاصة بالخليج محلات تزيينية من هنا وهناك أستاذ عبد الله وأوجه كلامي لأصدقائي في المعلقة ولكل الجمهور العربي لو كانت مسابقة عربية بوزنها العربي الحقيقي هل كنا سنرى في النهائي ست خليجيين هل يعقل هذا يمثل المشهد الثقافي العربي مشهد الشاري العربي طب هناك لجنة هم من اختاروا لم تتح المشاركة من الأساس لم تتح المشاركة من الأساس كيف فتحت المشاركات لا أعرف لا أعرف لكن هل يعقل أن يغيب عن الستة شعراء العراق وشعراء الشام وشعراء مصر وشعراء المغرب العربي وشعراء السودان طبعا لو كانت الحالة الإعداد لها بشكل صحيح وبكرة شوف الموسم الثاني المشهد سيختلف مع قلت مع إكباري وإعجابي الشديد بكل الشعراء اللي كانوا موجودين كلهم كانوا رائعين تعتقد الموسم الثاني سيكون له صدق أقوى من الموسم الأول؟ لازم لازم ستكون المشاركة أوسع وستكون المنافسة أكبر وأهم والأخطاء مثلا من الأخطاء اللي عملوها لسنا بحاجة إلى حالات تزيينية لسنا بحاجة إلى إكسيسيريز كم أغني أنا سأسأل كم أغني من الأغاني التي قدمت ستخلد عند الناس ولا واحدة أنا أقول لك الآن أخذ على كلامي ولا واحدة نسيناها جميعا ولن نسمعها مرة أخرى ما هكذا ترد لني بدك تغني قصيدة فصحة معروف من اللي بيلحن فصحة ومن اللي بيغني فصحة معروفين أنا الآن أدلك عليهم واحدا واحدا بجيب لك الملحنين ويجيب لك المطربين اللي بيقدموا لك قصيدة خالدة خالدة بيسمعوها الناس بعد خمسين سنة أما نانسي عجرم تغني فصيح لا ما نجوها بتحبها ما منحبها هذا شيء آخر ما نجو نانسي عجرم تغني قصيدة هل كانت لك تجربة أعطيت قصيدة لشاعر أو مطرب؟ نعم عندي أكثر من قصيدة لكن أشهرها كانت يعني على مستوى محلي ليست قصيدة عن دمشق أيضا غنيت ب2009 لكن بقيت محلية طلبت مني إحدى المطربات قصيدة سنحب ما دمنا نعيش أشهر قصيدة لي طبعا ورفضت أن أعطيها لأنني أختلف معها في كثير من القضايا مطربة عربية شهيرة جدا باختصار كيف ترى الحراك الأدبي الثقافي في المملكة العربية السعودية بما نتكلم عن المعلقة والمضلة لها هي وزارة الثقافة الآن أنا قلت وأعود وأقول بكل مسؤولية أهم حراك ثقافي عربي الآن عربي وشرق أوسطي ومن أهم الحراكات في العالم كله هو الحراك الثقافي في المملكة العربية السعودية أنا منذهل به أكاد أكون غير مصدق أنت تتحدث عن آلاف النشاطات الثقافية دولة تسمي عاما كاملا عام الشهر العربي كم في هذا من الإجلال وكم في هذا من التقدير ودفع الناس إلى الاهتمام بالحالة الثقافية والأدبية أيضا اللافت أكثر هو مراعاة الفصول الثقافية التي لم تكن موجودة أطلاقا في السعودية الآن لا نتحدث عن شعر فقط نتحدث عن شعر نتحدث عن فلسفة حلقة الرياض للفلسفة أحد أهم الحلقات الفلسفية في العالم العربي وفي المنطقة كلها مؤتمر للفلسفة الاهتمام بعلم الاجتماع مؤتمرات أو مهرجانات السينما مهرجانات السينما مهرجانات البحر الأحمر مهرجانات المسرح إذن هناك حالة نهضة فنية حقيقية وأقول بكل صراحة المهم فيها جدا أنها غير موجهة هذا أمر مهم جدا الأشكال كلها مفتوحة التراث موجود جدا وهو منطلق عام الشعر العربي عام الإبل المنطلق من التراث لكن الوصول إلى أين؟ الوصول إلى أقصى مراحل التجديد والتجريب آخر ما توصلنا إليه في التجديد والتجريب هو مفتوح ومتاح هذا إذن يجعلنا محاطين على التراث ومنطلقين باتجاه أفاق الأصالة كلها لا محضورات الناس الآن يعني السعودية تحتفي بقصة النثر هذا شيء مهم شيء مهم إلى أي مدى إذن وصلنا في حالة الانفتاح الثقافي خلصنا من حالة الانغلاق التي أودت بواحد من أعلام الشعر العربي اللي هو محمد الثبيتي الله الله يرحمه خير محمد الثبيتي عايش الآن هذا مناخه هذا جو لكن في مراحل سابقة بالسعودية وبغير السعودية في مراحل تكتم أنفاس أو في شاعر فرنسي يعني ليس عربي إطلاقا أعتقد شاتو بريان قال كل الحرية الممنوحة لنا في فرنسا وقتها لا تكفي أديبا واحدا لكي يتنفس من منخر واحد الحرية شرط الإبداع أتمنى للمشهد الثقافي في السعودية مزيد من الألق والتطور عزيزي الآن أريد أن أختم بمسألة أنا قلت من حالة المشهد الثقافي العربي الذي أتحدث عنه بأنه لوحة واحدة بآخر 15 سنة المصادر التاريخية للإنتاج المعرفي تراجعت إما كليا أو جزئيا وأقصد بها العراق وبلاد الشام ومصر هناك تراجع إما كلي أو جزئي وجزئي كبير تخيل أنه لم تخرج دولة عربية تعوض هذا الإنتاج الثقافي والمعرفي كنا في كارثة حقيقية خرجت المملكة العربية السعودية الآن على مستوى النشر على مستوى الترجمة على مستوى معرض الرياض اللي هو أهم معرض عربي على مستوى النشاطات وزارة الثقافة هيئة الترجمة والثقافة هيئة الأدب والترجمة والنشر تقوم بأدوار هائلة جدا وأكثر ما أركز عليه الحريات المناخ الحقيقي للإنتاج الثقافي والمعرفي والإبداعي هو الحريات والآن أصبحت واصلة إلى حد معقول جدا 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 مع الحفاظ على الهوية والتراث وهذا ما أحبه الحفاظ على الهوية والتراث طبعا هنا وأكد بأنني أتحدث في المشروع الثقافي الذي هو اختصاصي غير مشاريع لا أفتي بها لأنني لا أعلم عنها جميل أنا ودي أختم اللقاء بقصيدة ليلة ليلة الزملاء طلبوا مني حاضر هي قطعة قصيرة يعني ليست قصيدة خمسة أبياء إذا عرف الجمال بحسن ليلة فإن لقيس هندسة الجمال إذا عرف الجمال بحسن ليلة فإن لقيس هندسة الجمال فما ليلة سوى ما قال عنها ورب مكيدة خلف الظلال سوى أن المحبة تجملتها فصارت في الهوى روح المثال وسرنا خلف سيدنا المعنى نجمل كل ليلة بالخيال لنصبح كلنا قيسا وتغدو جميع بنات حواء ليالي الله صح لسانك هم كل بنات حواء ليالي لمن يحبهن لأن أمانا متعة الحديث معك لا تمل والحديث معك ذو الشجون ولا أتمنى أن أنهي هذه الحلقة لك أنا مجبر مقيد بوقت معين فشكرا لك أستاذ ياسد شكرا لك أستاذ عبد الله سعد جدا بهذا الحوار اللي فيه الكثير من الانبصار الكثير من الروحانية التي تناسب أجواء هذا الشهر الفضيل كل المحبة وكل الاحترام كل الأمنيات لكل الأمة العربية لكل الناس لكل البشرية بالرخاء والازدهار وبالمحبة والسلام دائما يا رب هامين شكرا لك أستاذ ياسر شكرا جزيلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا جزيلا